تلميز عزيزي المشاهد برحب بيك تلميز في مدرسة المسيح تلميز لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه وبيدعوك أنك تكون له تلميز تلميز مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة لكن تلميز معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح تسمح له أنه هو يعيش فيك وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة للمسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاطي أن ده يتحقق معاك أمين عزيزي المشاهد أحبائي أرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح خطوة في مشوار طويل اتفقنا في بدايته إنها رحلة العمر كله اللي بناخده مع بعض مجرد الخطوط العريضة الحقائق الأساسية اللي أنا محتاج أفهمها وأدركها وأتعلمها وعيشها في حياتي اللي أقدر أبني عليها حاجات كتير قوي تفاصيل كتير قوي في رحلتي الرائعة مع المسيح المسيح دعانا أن نتبعه تعالوا ورائي فرحلة المسيح هي رحلة من التبعية أن نكون له تلميذ هو معلم هو المادة اللي بنتعلمها أنا بتعلمه يكفي التلميذ أن يكون كمعلمي بكل أسف بكل أسف في مشوار حياتنا مش دايما بنلاقي أن المؤمنين الحقيقيين بالمسيح تلميذ حقيقيين للمسيح الناس كتيب يقول أنا مؤمن أنا أعرف ربنا أنا عايش معاه أنا بحب ربنا لكن حياته مختلفة بعيدة كل البعد عن المثل ده عن القدوة ديت وبدل ما بعكس صورة المسيح أنا بشوه صورة المسيح عند كثيرين من الناس اللي بعيش حوليهم الحل الوحيد أن حياتي تتغير زي ما بيقول الكتاب هو نظرينا مجد الرب وأنا ببص عليه وأنا بحلق عليه وأنا بقف قدامه كمرآة بعكس صورته للناس اللي حوليه ولا يوجد أعظم في حياتي من أني أتعلم من هذا الشخص الفريد الذي جاء إلى العالم وعاش ما لم يعيشه أحد من قبله ولا حتى من بعده في رحلتنا الطويلة ديت في مدرسة المسيح قلنا العمود الفقري هو معرفة الله أني أعرف ربنا على حقيقته فأحبه فأحبه لشخصه لذاته مش لعطاياه وأني أفهم القوانين اللي ربنا وضحها الإنسان فهم قوانين الطبيعة لربنا وضحها فقدر يوصل للأمر وللمريخ وقدر يغزو مجالات الحياة المختلفة لكن بكل أسف الإنسان مش عارف يفهم القوانين الأخلاقية والأدبية اللي الله وضحها بينه وبينه فمش أعرف يلاقي ربنا عايز ربنا اللي على مزاجه مش عايزين نعرف ربنا على حقيقته فأهمي لله بيخليني أحبه فأهمي للقوانين اللي ربنا وضحها بيخليني أعرف أعيش معاه وما بقاش محبط ولا أحبط الله كمان في حياتي أنا الشخصية معرفتي عن مين الإنسان الحقيقي اللي ربنا عمله على صورته مش الإنسان المشوى اللي منلاقيه النهاردة موجود في العالم ومتفرج عليه في المراية مش ده الإنسان الحقيقي الإنسان الحقيقي اللي ربنا صنعه شوهته الخطيئة وفي باب الإنسان ده بتعلم أني أكره الخطيئة في باب ربنا بتعلم أحب ربنا في باب الإنسان بتعلم أكره الخطيئة مش لأنا بني بقول عليها وحشة لكني شايفها قدي شوهتني وشوهت الناس اللي حواليها وشوهت الحياة اللي حوالينا حولت أقدس علاقة بين رجل وامرأة إلى صور ممسوخة من العلاقات اللي بنتفرج عليها النهاردة حولت الأسرة الجميلة ربنا عملها إلى أسرة مفككة مهدمة النهاردة بنتفرج عليها حولت الجنة اللي ربنا صنحها لعالم إحنا بنشوهه بأيدينا وبيصور علينا وبينتقم من عميلنا يوم بعد يوم في معرفة الله أنا بحب ربنا في معرفة الإنسان أنا بكره الخطيئة في باب المسيح أنا بكتشف الحل الإلهي الله أتى إلينا عشان يقول لي مين ربنا عشان يقول لي مين الإنسان الأول عشان أتفرج على الإنسان الحقيقي مرة تانية واشوفه عايش في زمن تاريخي ناس شافته كتبته سمعته سجلته موجود بين أيدينا فمرة تانية أشوف ربنا على حقيقته أشوف الإنسان على حقيقته واشوف الصليب الفداء اللي بيه ربنا صالحنا لنفسه صالحنا بدم فدائه في المسيح يسوع وبعدين تكلمنا عن شركة الروح القدس الله يعيش فيي ويملأني وقدي أنا محتاج أني أعيش في هذه الشركة المقدسة مع الروح القدس وبعدين تكلمنا عن إزاي قوت الصليب في حياتي اللي بتديني النصرة على الخطيئة مبادئ العلاقة من إيمان ومحبة ورجاء ممارسة العلاقة مع ربنا من خلال الصلاة وخلال إراية الكتاب المقدس ممارسة الشركة الروحية مع الكنيسة مع جماعة الرب وبعدين تكلمنا عن المصلحة مع نفسي من خلال شفاء النفس رحلة رائعة لإني أخذ فيها أعماقي بالروح القدس وأكتشف الكلكيع والجراح والألام اللي جوايا وخلي إيد ربنا تمتد جوايا لتصنع مني مرة تانية نفس مشفية متصلحة مع نفسها متصلحة مع الماضي بتاعها مش خايفة من اللي فات لأن ربنا غير اللي فات أنا كايموس ماضي جديد لو أنتوا فاكرين لسه إحنا كنا بنقول إيه وبعدين كلمنا عن معركاتنا ليست مع دم ولا لحم المهم الحقيقي ما عندوش أعداء من البشر ما عندوش أعداء من البشر ما عندوش أعداء من البشر لا في البيت ولا في الغيط ما عندناش أعداء من البشر مسارعاتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات مين إبليس وإزاي بيهاجمنا إيه اللي ربنا ادهلنا عشان نغلبه في حياتنا ونعيش حياة منتصر وصلنا في رحلتنا إلى المحطة دي إلى فصل جديد من الرحلة الطويلة دي سميناه المنادات بالإنجيل التلميذ الحقيقي مدعو أن ينادي بالإنجيل من أول يوم يعرف المصيح من أول يوم يبتدي يشهد عما صنع الرب به ورحمه وبعدين يتعلم إزاي يجيب الذين يسألونه عن سبب الرجاء الذي فيه وتكلمنا عن دعوة للمنادات بالإنجيل فيها كلنا مدعوين أن نزيع هذه الأخبار الصارة وبعدين تكلمنا عن طبيعة هذه الإرسلية أرسلنا إلى العالم كيف أرسلنا إلى العالم شكلها إيه الإرسلية دي طبيعتها إيه الإرسلية ديت فقلنا عشان نتفرج عليها نتفرج على إرسلية الآب للايه للإبن كما أرسلني الآب أرسلكم آه إحنا مش أحسن منه ولا إيه إحنا عايزين نبقى أحسن منه دي المشكلة يكفي التلميذ أن يكون كمعليم وتكلمنا في كيف أرسل الآب ابنيه إلى العالم فقلنا حاجتين لغاية دلوقتي وإنتوا مش سايبلنا وقت عشان نخلص الأسئلة نزلة علينا ترف فقلنا الحاجتين لغاية دلوقتي كيف أرسل الأب إلى الإبن واحد أول حاجة الأول واحدة أول واحدة الهدف والغاية فإحنا متحدين معه في الهدف والغاية اللي هي خلاص العالم مش كده نجاة الناس أن ينتقلوا من مملكة الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى سلطان الله مظبوط الحاجة الثانية التجسد والإخلاق والتجسد وده اللي خد حلقتين ويستاهل ولو خدنا في عشرة مش هزعل لأن ده إحنا عايزين هنا غسيل مخ عشان نفهم معنى إرسالية الله للإبن وإرسالية المسيح للكنيسة خلينا نقف عن المشترك الثالث اللي نقدر نقول فيه كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا الذهاب الذهاب مبدأ الذهاب جو روح روح خلي بالك من العبارة دي في أغلب الآيات اللي ذكرناها سمعنا الكلمة دي اذهبوا إلى العالم أجمع جو روحوا ما هو طبعا نروح ما هو إيه إحنا مش دايما بنعمل كده إحنا عادة بنعمل إيه بنستنى الناس يعملوا إيه يجوا لا هو بيقول إيه روحوا هو عمل كده مش كده هو قاعد فوق وقال اللي عايزني يجيني صح واللي هو اللي جاء جاء عشان كده الناس حوليني بتقول يعني إزاي يعني هي دي الطبيعة إرسالية معناه أنا ببعد حد لما أمري كلم عن كل الرسل والأنبياء أرسلهم الله فده قلب الله قلب الله إن يرسل إلى العالم وزي المثل اللي حكا المسيح فاكرين بتاع الكرم والكرمين مش كده إنه سلم الكرم من الكرمين وبعدين بعت ناس من عبيده من خدامه وبعدين في الآخر قال أبعت إيه ابني آخر الكل قال أبعت ابني فنفس الفكرة كده هي إرسال ببعد 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 وفي الآخر أرسل المسيح الله جاء إليه العظيم هو سر التقو الله ظهر في الجسم مش كده عمانويل الله معنا هو جاء إلينا وبعدين لما جاء ما عادش في حتة وقال برضو اللي عايزني يجيلي صح؟ طول الوقت بنسمع العبارة دي جاء له يصنع إيه خيرا وكل ما يروح قرية ويعمل آيات وعجايب ويشفي ويطعم يقولوا خليك بقى خليك ده عندنا مستشفى هنا أي عدو وبعدين هيحصل بقى يعني يعني نمو اقتصادي في المدينة ديت ورواج اقتصادي الناس هتيجي من كل ناحية وهيشتروا ويبيعوا ويآخشوج hairy ويعودوا عندنا بسبب وجود المسيح المسيح بهوظ لهم الخطأ اللوم لا لا لأنا اللي هرها الله اشبface شو ما قول حد ذي إذن كلفة عن الناس الناس باحتاجا لك هي اللي دعملة ايه هي اللي تجيلك عمل كدة لا يععد هنا في القرية دي وبعد باي باي لازم اطلع القرية اللي بعدها بايطلع القرية البعدها بايطلع قرية البعدها أنا اللي بروح للناس خلي بالكم من نفس هذا المنطلق المسيح قال للكنيسة روحوا للناس اذهبوا أمرنا أن نفعل نفس الشيء اللي ننتظر الناس يأتونا إلينا إحنا عندنا كده أمثال عربية مشهورة يقول لك اللي يكل على درسه ينفع نفسه عايز تاكل تعالى كل مش عايز تاكل عنك مكلت ده لو مش بحبك بس لو بحبك هروح وعزم عليك مش كده وحقول لك من فضلي من فضلك كل عشق خطري كل صح فأنا اللي بروح لك لأن أنا عايزك لأن أنا عايز أوصل لك الحياة دي لأن أنا عايز أساعدك فأنا اللي بروح لك لو أنا واقف على شط نهر ولا بحيرة ولا بحر ولا في أي حتة وبعين شايف واحد يغرق جوه أساعده إزاي؟ تعالى لي وأنا أنقذك تعالى لي وأنا تعالى لي هعمل إيه؟ هنطفل مية هروح له هروح له مهلوية دريقة نجيه لو الناس دا تروح لربنا كنت راحت هو جالها ليه أن هي ما تروحش تروح له مش كده الناس عجزة إنها هتيجي أنا اللي حساعدها فأنا اللي روح لها أرجو الفكرة دي تبقى واضحة فده كلمة إرسالية معناها بابعت واحد بابعتك بابعتك لغاية الشخص ده بتروح له لغاية بيته لغاية داره دي صورة الكنيسة الأولى صورة الكنيسة الأولى كنيسة مرسلة إلى العالم ولما الكنيسة كبرت في أوروشاليم وبتدوا بقى يبقوا بالألاف وبتدوا بقى يجتمعوا اجتماعات كبيرة جوة الهيكل وبتدوا يجتمعوا اجتماعات في البيوت فبقى في مجموعات صغيرة في البيوت وبيجتمعوا في الهيكل بأعداد غفيرة وبين حصلوا اضطهاد على الكنيسة حصل ليه في ذلك اليوم؟ تشتت الجميع يا كرسي الطاض على الكنيسة تشتت الجميع وبعين يقول الكتاب والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلم الكنيسة القولة خرجت تنادي بالانجيل خرجت للشوارع يوم الخمسين مش كنا في الشارع ها خرجت في الشوارع تنادي بالانجيل وبعدين الكنيسة كبرت قوي فقعدت بقى فيه روشاليم هو ما اتفقناش على كده قال لنا وروشاليم واليهودية والسامرة وإيه لأيه وإيه لأخصى العرض فسمح بقى بالاضطهاد يوم ما نسيوا بقى اننا قلنا ايه صحا كده فالاضطهاد رجع الكنيسة لمصارع الاول انها تجول جالوا مبشرينها بالكلمة زى ما هو كان يجول يصنع خيرا عشان كده فكرة الكنيسة عند ربنا جماعة مش مبنى في العاد القديم الهيكل في مكان لازم كل الناس تعمل ايه تروح له على القال مرة في السنة تعايد فيه ده بيت ربنا وممنوع اي زبيحة يغير فيه وعايز تعايد تعايد هناك فهذا الجديد الصورة مش كده الصورة مش كده كنيسة بلا اصوار الكنيسة مش المبنى الكنيسة هم مين الناس وعلى الناس دول ان يروحوا لكل الايه لكل الناس فالكنيسة مش هي يوم الحد وقت ما بنجتمع لا الكنيسة بتجتمع يوم الحد او يوم الجمعة على حسب الاجازة والتعبد وعشان تمتلق من الفكر من الفهم ومن الحماس ومن المحبة لكن بعد كي بتعمل ايه بتنزل الشغل يوم الاتنين والتلاتة والاربع بتروح للعالم بتروح للمكاتب بتروح للشركات بتروح للمصانع بروح اشتغل وانا باشتغل انا رايح اعمل ايه انا رايح اشخد على المسيح مش رايح لو ام تعيشي ويوم الحد رايح اخدم بالعكس ده انا في الكنيسة رايح اشبع وبعن طول الاسبوع رايح اعمل ايه رايح انادي بالانجيل بحياتي وبكلامي مش دال مش دال مفهوم دلوقتي دلوقتي بني ميكانيس كبيرة وعلى قد ما نده نتبقى فخمة قوي ونعملها مكيفة واو والاخر عشان نستعمل ايه تيجي واللي يجي اسمع واللي ما يجيش مش عايز يسمع واللي يجي يعرف واللي مش عايز يعرف ما يجيش لا انا بروح للنهازة انا بروح للنهازة وبرح لهم حيثهم لما آآ بنطلع قوافل في الريف مش مجرد بنروح نعمل آآ آآ اجتماعات في الكليسة مش كده بنعمل ايه تولي للصبحية زيارات وبعن بتاني نعمل قوافل رياضية ايه قوافل الرياضية نروح الاماكن الوسعة ديت ونجيب كورة ونبتاني نلعب فنناس بتديت ايه تتلم تلكم فنبتاني نلعب مع الناس فانه بروح في الملعب عشان اوصل للناس بروح في مجال الميديا عشان اوصل الناس بروح في مجال الموسيقى عشان اوصل للناس بروح في كل قطاعات المجتمع المختلفة عشان اتواجد هناك وانادي بالانجل. كنيسة بلا اسوار هاليفكرة هي مهمة جدا. على الكنيسة ان تتجسد ان تتواجد بجمال المسيح برسالة المسيح في كل مكان توجد فيه. الى العالم اجمع الى الخليقة كلها مش لله عايز. هو مش عارف هو عايز ولا لا. غير اللي ما يسمع. فلما يسمع هيبقى عارف هو عايز ولا لا. لكن الى ان ان يسمع انا عرفت منين هو قابل ولا هو اه رافض. خلونا قبل ما نسيب النقطة نتفرج على مشهد يمكن يساعدنا ان انا نشوفه. ونتفرج على احنا بنعمل ايه في مقابل هو عايزنا نعمل ايه. مجز المسيح يا رب. يا رب انا انا بحبك يا رب. بحبك رب ونفسي اكون جنبك بيضا دايما. كورا بقون في بيتك يا رب اسكم في بيتك يا رب زي حبك داود. اسكم في بيت الرب الى مدى الايام. يا رب اتفرص في جمالك انت حلوة يا رب. انت حلوة يا رب اه يا رب مش عايز يشوف حد غيرك يا رب. وانت وحدك اللي تملع لي. انت اللي تملع لي. يا رب مش عايلي يشوف حتى. يا رب مش عايلي. يا استاس. في ايه يا استاس بالراحة هي الدنيا طارق بالراحة في ايه يا استاس اتفضل. معلش انا ياسف. ولا همك. اتفضل يا استاس. انا مستعجل جدا والورقة ده لازم يتمدل دلوقتي. اتفضل وريه. يا الورقة بتاعك ده محتاج شغل كتير. تنزل تحت عنده استاس قادري. تختمه وبعد كده تطلع الحسابات ترجع وبعد كده تجيل. اتفضل يا استاس. يا استاس انا عملت كل الشغل اللي حضرتك بتقول عليه ده. انت مش شايف الاختام دي كلها. هدي نفسك يا استاس. هدي نفسك مش كده. يا بروف. بروف. شغل هاي اللي يا استاس بعموت. شكرا. تفضل بقى حضرتك سيبه هنا. وتعال استير من بكرة يكون جاهز. بكرة ايه يا استاس. الورقة ده لقوا قعد هنا البتر من كده. انا ممكن اترفض من شغلي. طب انا زنبي يا استاس حركة تجي متأخرة. وكمان متضايق. الساعة كم في لك يا استاس? ربعة ونص يا سيدي. وخمسة. الساعة ربعة ونص وخمسة يا استاس خليت لقيك في كلامك. طب المصلحة هنا بتقفل الساعة خمسة. يعني الورقة ده ياخد شغل ابتر من نص ساعة. يعني انا امشي الساعة خمسة وخمسة من هنا. تفضل يا استاس. تفضل يا استاس مع السلام عد علينا بكرة. خمسة وخمسة قال. يرديك كده يا رب. يرديك انا اتأخر عن بيتك. كمس دقايق? الاجتماع الساعة خمسة. انا بقى اروح البيت المقدس الساعة خمسة وخمسة. ده اسمو كلام يا رب. يا رب العلم وضع في الشرير يا رب العلم وضع في الشرير. علشان كده يا ما نفسي. يا ما نفسي ياخد اجازة كده من شغلي يجي تلاتة اربع سنين. واقعد كده اقعد بس في بيتك. اقعد يا رب كده بس في بيتك. مؤمن قوي صح? تقي يعني يا خاف الله. يعني اه. ايه رأينا? بحس ان هو بيعمل كده رضى لربنا يعني عايز يرضى ربنا. فرد عليه مش حبا في ربنا يعني. بس. ايوا. اي رأيك? تدين. ده مش ايمان ده تدين. ليه? يعني اه قشور ده لو مؤمنح بحاجه. ايوا. كان ممكن يمضي الورج ويه. ليه? وبعدين في شغله بيصلي. غلط? يعني هو وفي الشغل كل شي تحت السماء وقت. يعني انا ممكن ارفع عالب ربنا في الوقت اللي انا فاضية فيه. وقت الشغل شغل. وقت الشغل شغل. انا كده سرقت وقت الشغل. ايوا سرقت وقت الشغل. ايوا. 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 انا شايف ان هو عادي خالص يعني ان هو الرجل مركز ييجب 3 سنو لنigans اه ده حاجة حلو ايه. ليه. مالو ده؟ يعني مش غلطان. وبعدين يعني الراجل جاي الساعة غو موص متأخر فهط عادي temos튼 دون ولو約 Stanley ايوا ي�� içinde جذب مرتب تلت سنين عشان يعنا. ايا كان. جذب مرتب η ده بس انه حاجة عادية. الراجل عايز يقعد عندما اه عاؤ huh بس. voit ان كنت مؤيد لي. ه punya جاو чтов Worker Memo他們 يعني الاس auditte لنها بلأنmans التلوق العودي بحاجه ت التصرف بتاعه هو مش واغد حاجة من ربانا اوانا مقايدة طنطن هو متدين هو مش مؤمن يعني في سلوك وفي طريقته في في طريقة دي كلها لا هو مش ما كانش سورة للمسيحين يعني حتى كمان لما دخل عليه الراجل هو بيصال يعني المفروض حتى بعدها يعني اي نعم كنت بصلي في وقت الشغل بالمنظر ده و وعطلت وقت الشغل يعني كم ممكن يرفع قلبه الموضوع مش بالمنظر ده انا شايفا هو صلاته دي عاصرة الراجل التاني ما كانتش حاجة كويسة بذات ان هو بعد يعني ممكن يبقى في قلبه اه ممكن يكون في قلبه طبعا انا ما فيش يعني ده اوكي لكن انا قصد ان هو يعني بعد بعد صلاتك بالمنظر ده تعملت مع الراجل بالمنظر ده فانت حتى مش خرج بموحدة ربنا تماما يعني حتى لو بقلبك ايوه اسمع رأيي هنا تاني هو معنى ان هو مؤمن وراجل يعني مشى على الموعيد وكده معنى ان هو هو يجهل للناس او يكون مش رحيم على الناس او يكون حتى مديش للناس وقت طبعا هو هو غلطانا هو مش فاهم حاجة هو اه ممكن يبقى متدين وحس ان هو ده ممكن يكون بيخدم ربنا او بيساعد او بيصلي ربنا في عالم في علاقة لكن هو اساسا مش فاهم هو مش فاهم انه انه الناس اللي جاياله دول الشغل بتاعه ده ربنا طالب منه يكون امين فيه ربنا مش طالب ان هو يسيب الشغل ويسيب ويعطل الناس بس هو راجل جاي متاخر حتى لو جاي متاخر طبعا انا ممكن انا ممكن اديله من وقت ايه اشتغل غدها مصر لا ربنا يعني يعني يفهمني اكتر لو انا ساعدت الراجل ده واتباعي كان رحت الكنيسة ده مش تاخرى بداني هو اكتر علامة بتبين الانسان ده يعرف ربنا او لا يعني مش متدين انه يعني مش بس يعمل شغل الناس بيحبهم حتى هو بيعمله فهو مش بين عليه حتى نطيق الراجل كان ممكن ما نضيش بس هو مش طيقه اساسا اخلي بالكم من النقطة ده افتكر ده بيت له القصيد ده بيت القصيد انا انا شايف الناس انا موجود في المكان ده عشان ايه 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 ايه؟ اشان اخذ من الناس ده 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 تجسد في المجتمع انا هناك عشان اخذ الم الناس ده افتخيلوا ان ده المنطق بتاعنا يعني وانا بشتغل بشتغل لربنا فانا بشتغل لربنا مش بشتغل لصاحب العمل وموجود عشان اخدم الناس. فخيله ده واستقبله اهلن وزعلن ولا يامك وانا شوف ايه ساعدك ازاي ادرك اصرلك انا باخدم الناس. انا معايا رسالة للناس جال يصنع خيرا وينادي بملكوت السماوات بس بيصنع خير الاول فانا ما بصنع خير ما باخدم حاجات الناس ديت. ده ده الاستفتاح ده بداية الرسالة. لما انا مش بعمل كده اصلا. انا قفلت الرسالة. انا قفلت الباب. انا مش فاهم انا هنا ليه. انا فاهم ان انا هنا عشان لقمة العيش. لا انا عشان حاجة اكبر من لقمة العيش. عشان انا عندي رسالة. والرسالة دي الناس امه اهم حاجة فيها. الناس اهم حاجة فيها. احنا قلبنا الموازين وافتكرنا ندل ربنا عايزه بينما الحقيقة. عكس ما احنا تصورنا تماما. خليني اخد نقطة ربعة. ارسلنا اروح للناس. اروح للناس. اروح للناس. مش استناهم يقولي. انا رايح للناس. انا رايح الشغل. انا رايح النادي. انا رايح السوق. انا رايح. وما اطرح ما انا رايح. انا ارسلكم كحملان وسط دقاب. هو حصل معا كده? ده في ارساليته لينا. هو حصل معا كده? ولا لا? حصل معا كده. سمى حمل الله. مش كده? والناس نهاشت فيها مضبوط. فبيلغى لبالكو. اللي حصل فيها هيحصل فيها. وانا ببعتكو كده. انا ارسلكم كحملان وسط دقاب. لوق عشرة ثلاثة. هانا ارسلكم مثل حملان بين زئاب. فكونوا حكماء كالحياة. دي في ماتة بقى نفس الآية في ماتة بيكملها. فكونوا حكماء وبسطاء. خدنا دي في باب المسيح. فاكرينها? انه هو ورانا عملها ازاي كده. فهو ارسل كحمل وسط الزئاب. وعشان يقدر يعيش وسط الزئاب دي. ويؤدي الرسالة بتاعته حكتين مهمين قوي. كان حكيما وكان بسيطا. الحكمة بدون البساطة تتحول الى خبث. والبساطة دون الحكمة تتحول في نظر الناس الى برضو عبط. لكن اللقائين بتوع الاتنين دول ده الصفاء والنقاء. ده اللي بيجسد حملان وسط الزئاب. لكن اعارف اعيش. لكن عارف اعيش. انا بارسلكم كحملان وسط الزئاب. فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. وشرحنا الحكاية دي قبل كده. فمش عايز اطول فيها كتير. بيقولها مرة تانية. مات 10 24 و 25. ليس التلميذ افضل من معلم. ولا العبد افضل من سيدي. يكفي التلميذ ان يكونوا كمعلمي. ولا عبدك يا سيدي. ان كانوا قد لقبوا رب البيت ببقى على زابول فكان بالحري اهل بيتي. احنا عايزين الناس تعملنا احسن ما اتعاملت معاها. صح? صح? لازي الناس تعملنا احسن اتعاملت معاها. صح? معنوا احسن مننا. وده جزء مننا مش هايزين نروح لهم. يمكن يرفضونا ما يرفضونا. يمكن يهنونا ما يهنونا. احنا عندنا تحققات غلط. احنا عندنا رغبات غلط. وده يرجعنا اللي كنا بنقوله من بضع حلقات لما كنا قولنا. هو ربنا عايز يتدخل. هو ربنا ما يساعدنا طيب. ما يفكه علينا. صح? هو عايز. بس لو احنا ايه? احنا روحنا. احنا روحنا. لما بروح وده البند اللي بعدها على طول. بلاقي معونة الهية غير عادية. لما بروح بلاقي معونة الهية غير عادية. بصوا. ففي حياته هو شفناه كده. محتقر ومخزول من الناس. رجل اوجاع ومختبر الحزن. طبعا في الصريب بنشوف المنظر بقى يعني 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 فعلا تتجسد فكرة. انه يعني آآ بينهشوه. بينهشوه. زئاب بتنهشوه. بتنقش هذا الحمل. بتذبح هذا الحمل لغاية النهاية. وهما وعدناش بحاجة بعيدة عن كده. في العالم سيكون لكم ضيق. قد وهي بالانا لا ان نؤمن به فقط بل ان نتألم من اجله. بس احنا مش عجبانة الحكاية ديد. هنازلين اخد نص اولاني من غير النص التاني. وده اللي بيمني عناس كتير من فكرة الذهاب. بالعكس هنقعد مكاني وابني اصوار حولي اصوار من الحماية. احنا بمر بوقت صعب. وسط احداث الثورات اللي حصلة دي بنمر بوقت صعب. بس كلنا. مش بس احنا كمسيحيين. لكن يمكن بصورة خاصة المسيحيين. هنصلي ازاي? هنتصرف ازاي? هنصلي حماية وننكمش. ولا بالعكس ده في الوقت اللي هنتواجد فيه وسط المجتمع. وهنحط ادينا في ايدين الناس. وهنكون علاقات افضل من اي وقت فات. وهنستخدم الوقت ده للتعبير عن الحب. حب للوطن وحب البعض وحب للناس اللي حوالينا. ونخاف على الاخرين اكتر من نخاف على نفسنا. لفرصتنا. لكن بكل اسف ناس كتير بتعمل عكس بالزبط. بنعمل عكس الدعوة اللي دعينا اليها. احنا مش عايزين القلم. احنا مش عايزين صورة حملان وسط زئاب. بس وان ما خدعناش. هو الهلنة من الاول. هو الهلنة من الاول. عايز اكمل الصورة دي. دي في لبي واحد تسع وعشرين. وهي بالاكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط. بل ان تتألموا اذا القلم جزء من الهبة. البعد الخامس اللي بيمشترك بيننا وبينه في هذه الارسلية. الرفقة والمعية والسلطان. وعايز احطها مع نمرة اربعة دي. لان اربعة من غير نمرة خمسة دي تخوف. صح? حملان وسط زئابل وحدها تخوف. بس بيقول لو روحته لو روحته. ها? وبعدكم كحملان وزر. انا هكون ايه? معكم. عشان كده من الاول كده ايه? اذهبوا للعالم اجمع. وكريز وبينجيل الخليقة. وها انا معكم. بصوا الايات اللي بتكلم عن المعية في الارسلية. علموه ان يحفزوا جميع اوصيتكم به. وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الظهر. وده اللي حصل معه هو. فبيقول زي ما الاب عمل كده معي? انا هعمل كده ايه? معكم. الذي ارسلني هو معي. ولم يتركني الاب واحد. لان في كل حين افعل ما يرضيه. لاني بعمل اللي هو عايزه. انا بحقق الارسلية اللي بعتني ليها. هو معايا ومش زيبني. اذا انتم سمعتوا الكلام وروحته. ها? انا هعمل ايه? انا هكون معكم. بكلم عن خمس حاجات. الاشتراك في الهدف. اشتراك في فكرة الاخلاق والتجسد. الاشتراك في فكرة الذهاب. الاشتراك في فكرة حمل وسط الاشتراك في فكرة. اني وانا في الحقل يابني اذهب اليوم اعمل فكار. اذا روحت انا هبقى ايه معاك. طب انت معايا كل حين. لا هبقى معاك بطريقة ايه? خارقة. طريقة خاصة جدا. اذا روحت هبارك اكبرك انت لا تتصور. وده اللي بيحصل بقى. لما بنروح للناس برسالة المحبة. لما بنروح للناس برسالة الانجيل. بنختبر حضور الهي مجيد. وبنختبر اللي هو بيقوله علي اما هم فذهبوا وكرزوا بالانجيل. والرب يعمل معهم. ويثبت الكلام بالايات التابعة. بعض المؤمنين الصغيرين لما نزلوا اول مرة قفلة. زي ما حصل معايا انا. فيبقى مؤمن جديد واول مرة نازل قفلة. وخايف بقى وحيزور في بيوت. والناس زي مش عارف اول مرة هيقابل ناس ايه. وده اللي يقابل تاجر مخدرات. واللي قابل تاجر سلاح. انا يعني ابني اول مرة نزل الفريق هيقول لي يا بابا يعني يعني تاجر مخدرات في تاجر سلاح. وكان مرعوب من الموقف وكان قفلة آآ رياضية. فانت بتروح بتتخطى كل الحواجز وبتروح لناس اسعب منك وبتسمع قصص فظيعة جدا 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 جدا. حاجة غريبة جدا الناس ترجع تقول يا اسيس. انا صليت لعيانين خفوا. انا عمري ما صليت لعيان في القاهرة او خف. بس هناك خف. لقيت ناس فيها اروح شريرة صليت خرجت الارواح. انا اول مرة تحصل معادي جدا. ولما بروح واعم واصلي للناس ما بيحصلش معايا كده. السر. اهو. هو دي السر. السر لما بطيع وبطلع برة منطقة الامان. وبروح للناس وبحقق الحكاية دي هيدي. وببقى كحمل الوسط بيبقى هو معايا. هو معايا. عشان يحميني. عشان يقدني. وعشان يؤيد الكلام بالايات تابعة. مش عشان خاطر يعني احنا موجودين مع بعض وبقى رحلة ربنا بيبقى معانا بقى طالعين رحلة فبقى معانا في الرحلة زيادة. لا لا لا. بنطلع رحلات ما بيبقاش في الحضور الالهي دي. ولا القوة ولا التأييد الالهي الفارق للطبيعة. لكن زي ما هو المسيح قال كده. الذي ارسلنيه معي ولم يتركني لاني في كل حين افعل ما يرضيها. عايز تختبر معايا الهية. عايز تختبر سلطان. عايز تختبر حضور ربنا. عايز تختبر قوة غير عادية في حياتك. اسمع الكلام. انك تروح للناس. اللي تنادي بالانجيل. وطحة الحتة دي. وطحة الحتة دي. اما بعت التلاميذ قال لهم كده اعطيتكم سلطان. اما بعتهم قال لهم اعطوهم سلطان على ارواح النجسة وعلى الامراض. وهنا في لقوة عشرة اعطيتكم سلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضر لكم شيء. هناك سلطان خاص. واحنا ذاهبين الى حقل الارسالية. لما يقولوا مش لاعب واعد في البيت. يديني السلطاننا? دي مش لاعبة ما يتلاعبش بيها. مش لاعبة يتلاعب بيها. اذا رحت هدهالك لان دي حاجة لزوم الشيء. اذا ما رحتش انت محتاجها مزبوط. سلطان في البيت حتحتاجها في ايه? مستهال. عندنا دقائق بسيطة اذا كان في اي سؤال في الجزء دوت. كما ارسلني القاب ارسلكم انا ايضا في خمس حاجات على ايدك كده تفتكرها. اذا عايز تروح خلي بالك طبيعة الارسلية ديت لها نفس الهدف ان الناس باير. ان انا نختطف من النار حتى السوب المدرنس من الجسد ايوه. أبونا أنا عايزة أسأل في الحتة بتاعت حملان وسط الزئاب ومعاها كمان المعاية والرفقة والسلطان الاختبارات اللي احنا بنسمعها كتير عن الجماعة المرسلين تخوف قوي يعني فيه اللي بيتحارق فيه اللي بيتدبح فيه الواحدة الأمريكية اللي جات عندنا أسر دبارة تعرضت لحوادس اختصاب كتير وسط الخدمة بتاعتها يعني وهي كانت مرسلة فالوقت اللي فات لما كانوا بننزل القوافيل كانوا بيقولونها اهدف شوية اليوميندو اليوميندو الألأ فأكيد حريكوا تعرف أن الوقت اللي فات يعني كان فيه عجز شوية في الخدام الناس قاعدة في البيت خايفة فوسط الاختبارات مش خايفة تروح الخدمة خايفة دي الكنيسة نقاة لا دي بصيرة تانية ده يعني ده يعني ده ده ألتم يعني ده يعني أكمل يا حبيد يعني الناس مش خايفة تنزل المظاهرة لكن المؤمنين خايفين روحوا الكنيسة يعني ده جديد عليا دي تفضلي فاحنا وسط الحماية اللي احنا بننصق فيها من الله فيه برضو يعني الكتاب بيتكلم عن القلم اللي مر بيه الرسل والاتهاد والفيه اللي تقتل وفيه اللي تسجل وكمان الاختبارات اللي بنسمعها بتقل الناس كتيرة قوي بان هما فعلا ينزلوا بتقل الناس كتيرة قوي بان هما يكرزوا وفيه طبعا بتبقى علامات استفهام كتيرة حوالين يعني ليه يا رب سمحت وانا رايح اخدمك انه هيحصل واحد بنين وثلاثة وحاجات بتبقى فعلا موجعة فمش عارفة يعني حملا وزئاب ومعل معي والسلطان ساعد الناس طيب انا مش هروح لحق للارسلية ولا هروح للناس أنادي بالانجيل مش هيصيبني ازا اكيد طبعا يعني الازا هيصيبني لا هيكون فيه طبعا هيكون فيه طبعا هل الازا في حق الارسلية اكتر من الازا برا حق الارسلية لا اظن في العالم اكتر كمان في العالم اكتر ممكن اكتر اه في العالم اكتر وانا قاعد في بيتنا اكتر من وانا في حق الارسلية يعني اثناء الثورة اللي فاتت ديت الحدثة الوحيدة اللي حصلت لأعضاء من عندنا أعرفوا من الكنيسة حصلت لأخت عندنا كانت في كندا وقتها فخبطتها عربية في كندا. ما كانش فيه مظاهرات دي الحادثة الوحيدة اللي عندنا اللي ايه؟ خلي بالكم من الهكاية دي فيه شخصية مشهورة اسمها برادر أندرو. الأخ أندرو وده اسم حركي ربنا استخدمه مع البلاد الشعوعية ان يهرب كتب مؤدسة وان يساعد الكنيسة المطهضة لغاية لما الصوار الشعوعية سقطت والكنيسة خرجت للحرية وربنا استخدمه كتير قوي. ياما هرب كتب وكل مرة كموك يتقبض عليه وهناك مش هيطلع له فجر محدش هيشوفه يعني. بيقول أكبر حدثة حصلتلي في حياتي كنت رايحة تفسح وطيارة وقعت بي بس نجا ففي الأمور الخطرة جدا نجيت وفي برة هو اللي جاتلي في دائرة الراحة فخلي بالكم الحكاية ديت هل أنا بتألم في العالم وهل بيصفني أذى ولا شر ولا الإنسانة دي اللي اختصبت لأنها في حق الإرسالية لا لأننا في العالم بالعكس وأنا في مركز إرادة الله ده أكتر مكان ربنا يحفظ بس هو بيحفظني مش هيصبني أذى المسيح ما صابوش أذى بس في وقته واستخدم الأذى لغرض أختم بالقصة ديت شخص التقيت بي قصته رهيبة لحقيقة راح لحقل مرسلي لمكان غير مسيحي على الإطلاق والإنجيل هناك لم يجد مكانه لسنوات طويلة على الإطلاق وعاش هناك وحب الناس وخدمهم وبعدين بنته اتولدت هناك وكانت ظروف صحية سيئة جدا وأصيبت بمرض وماتت وكانت مأساة كبيرة قوي لكن فوج إن مرض بنته دوت فتح الباب للإنجيل في هذه البلد كما لم يفعله أحد من قبله وكل الناس اللي راحت لهذا الحق يعني عجزت إنها تصل إلى قلوب الناس لكن إنه جاب أسرته وإنه عاش هناك وإنه بنته اللي عندها مش عارف أفتكر سنتين والأربع سنين ماتت بهذا المرض المجتمع كله اجتمع حواليه وابتدوا يسموا الشارع باسمها والمدرسة باسمها وبقى هو بطل قومي وبقى مش عارف العمدة مش عارف بيعمل معه إيه وتفتحت أبواب للخدمة هائلة فبيقول أنا فقدت بنتي بس دا عمرها يعني لو كانت عاشت في حيط تانية كانت برضو هتموت بس راحت في المكان الصح فتحت أبواب عظيمة عشان كده النقطة اللي حضرتها في غاية لهمية إبليس بيخوفنا إن في حق للخدمة أنا معرض للخطر أنا معرض للخطر في كل مكان في العالم سيكون لكم ديق مش في الخدمة صح؟ وبالعكس في الخدمة يمكن خطر أكتر بس المعية والحضور إليه أكتر وده الإبليس مش عايزنا نفهمه عشان ننسحب من الخدمة في خطر أه في خطر في زئاب في زئاب في شر أه في شر ممكن يسبنا ألم موهبة لنا أن نتألم صحيح؟ فده موجود وده موجود في الخدمة وبرا ليه؟ وبرا الخدمة ده يدفعني أني أكون في إرادة الله مش يدفعني أني أهرب من إرادة الله عزيزي مشاهد أشكرك عشان متابعتك لنا هذه الحلقة وصال في قلبي أن يحفظني ويحفظك ويحفظ إخواتي تلاميذ للمسيح وأن عدوه الخير لا يخدعنا بأفكاره ولا يضللنا لكن نعيش تلاميذ لحق تلاميذ للمسيح ربنا معك أمين ربست المسيح ربست المسيح وتقدر تليها أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمحها أو تكون للآيفود بتاعت أو تكون للآيفون بتاعت أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير والسيديهات الديفيديهات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك إلى أن نلتقي ربنا معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر